احنا سكتين ازاي؟ احنا في دولة قانون تصدرت الفنانة شيرين عبدالوهاب تريند السوشال ميديا بعد ما ضجت الصفحات بخبر تعدي حسام حبيب بالضرب المبرح عليها وكانت وجهة الاعلامية رضوة شربيني رسالة لشيرين عبدالوهاب وقالت من خلال حسابها الرسمي الى شيرين عبدالوهاب انت اكبر من انك تخلي دلوعة ماما تعمل كده فيك ويخلي سرتك لبانة مرة في بق الناس انت اسكى من انك تدخلي عدوات معقرب الناس لك علشان كل زنبها انها حبتك وكانت عايزة تمنعك منه ومنشره انت نجمة اكبر من فكرة انكم بارس ممكن يهدها يولع الحب اللي يعمل في صاحبه كده يا شيرين وكان اوضح التقرير الطبي للفنانة شيرين عبدالوهاب بعد دخولها المستشفى واثبت في التقرير اصابتها بجرح قطعي في الرأس وكدمات في جميع جسمها وجروح سطحية في اليد واكد المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص بالفنانة شيرين عبدالوهاب والمتحدث الرسمي لها من خلال بيان صحفي انه لا يوجد تنازل عن المحضر اللي حررته الفنانة اليوم ضد طالقها الفنان حسام حبيب واشار الى ان الصلح لن يتم والتنازل لن يحدث وبتباشر النيابة العامة بالقاهرة التحقيق في البلاغ المقدم من الفنانة شيرين عبدالوهاب ضد طالقها حسام حبيب لاتهامه بالتعدي عليها بالضرب بعد محررت الفنانة شيرين عبدالوهاب محضر رسمي بقسم التجمع الخامس وتم بالفعل القفض على حسام حبيب واللي اكد في اقواله ان اعتدى على شيرين بالضرب لينقص بنتها منها بعد شجرها معها كما انه تواصل مع والد بنتها لاحتواء الازمة بين شيرين والفتاة الشيء اللي اشعل غضب شيرين وقال حسام حبيب ان شيرين عملت مع بنتها حاجة لو الجمهور عرفها هيعتبر شيرين ماتت خلاص اشتركوا في القناة